السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بكلم مع بعض الافاضل يعني فعندهم وجهة نظر ان مهما حاولت الناس للبرة مش هسمحولك بالنجاح اولا انت مش منتظر ان حد يسمحلك ومسمحلكش انت تنجح. خلاص خلصت. انسى انت مش محتاج تاخد اذني من حد ان انت تقول له ان عايز انجح. انت هيبذل اللي عليك وان شاء الله ربنا يوقفك. تعال ندر بتاعت امثلة سريعة. عشان نشوف نظرية المؤامرة هي ممكن تكون موجودة بس بش معنى كده ان احنا فشلنا عليها ونسكت والنام وكده لأ تشتغل وتعمل كويس وتبقى في مهندها كويس يعني مهما كانت الشغلة انت تشغل فيها تعمل فيها ده كويس تبقى انت كده عملت المطلوب منك. تمام? انما الكلام الكبير على فيسبوك ونقعد نتكلم لأ خلينا نركز في شغلنا. على سبيل المثال الدكتور رحمد زويل سافر وما اضطرش ان هو يغير اسمه او يغير ديانته او يغير حبه للشرق والمكلسوم اوه واخد جوز عالمية والحاجات دي كلها. في مجال انت تنجح بس تبقى جد وما ما تروحش بنظرية المؤامرة ونظرية القراهية وبنظرية المشاكل لأ روح واعمل حسابك ان انت تحافز على دينك وتحافز على اخلاقك وتحافز على كل حاجة وتبقى قدوة للمسلم كويس وما تعودش تعيش في زي اللي هو كده بيعملوا حرارات خاصة بيهم. لا انت منفتح على المجتمع وبنفس الوقت محافز على دينك ومحافز على الاخلاق بتاعتك والتربية بتاعتك. تمام? وهتلاقي المجتمع ما دمت انت كويس بيرحب بيك. زي احمد زي محمد صلاح انا ملحق قرودة انا فهي ما فهمش حاجة في الكرة. بس ااا. طبعا اللي حصلت على محمد صلاح خلت ندخل على الموقع النادي بتاع ومعرفش قبل عفو نادي ايه. بس ايزني في ايطاليا او اكاتب حاجة و او ا ا ا ا ا ا ا ا و معرفش ايه مهم يعني. فليت واحد بيقول انا ليلت محمد صلاح مع زوجته هعملوهم عصير واستنى عشان نسلم عنه والصور مع سيلفي. كان منذ من التعلاقات الزريفة يعني. وفي واحد ده اللي كان سمي ابني محمد رغم ان انا مش مسلم بس انا عجبني الاسم فهو عشان نجح في المجال دوت فالناس احتراماته والناس احترامت سلوكه واحترامت الادب بتاعته وتغلبت على نوع من العنصرية اللي كان سببها السلوك خاطئ مننا لازم نترف ان فيه سلوك خاطئ مننا ادى ان بفيه نوع من الزكريات عندهم او الافكار السيئة عن العرب واللي اتجاجها الافلام اللي موجودة في اليود اللي بتصور العرب ان هم ما بيش متحضرين وكده خلنا نشوف مثال ثالث ظريف جدا انا بفتخر به هو ان انت اولا تفتح الفوتوشوب خلنا نفتح الفوتوشوب كده ادو فوتوشوب تلاقي هنا الصورة دي عملها واحد اسمه عمر الشامي انا معرفوش شخصيا بس بفرحان جدا ان كل ما الفوتوشوب بيفتح بتعرض اسمه ما شاء الله ربنا يبارك فيه تمام اول ما بيفتح الفوتوشوب بيعرض لوحة للمهانسة عمر حاجة جملة جدا اختروه رغم ان هو مصري ومسلم بس عجبهم شغل بتاعه شغله اتكلم عنه وكلم عن امكانياته وخلاهم يحط الصورة دي اه هي دي اللي بتصهر كل ما الفوتوشوب بيفتح الفوتوشوب بيفتح مليهين مرات كل ما تفتحه فتكر ان انت تقدر تنجح وان انت تقدر تحط اسمك على اكبر شرع في امريكا اكبر شرع في اي حتة المهم ان انت تشغل كويس ان انت تكون صادق مع نفسك ان انت تكون عندك اخلاص ونية كويسة جدا ان انت تخدم البشر كلهم الخلق وعيال الله فانفعهم اه يعني افضلهم اللي هو بينفع البشر كلهم فربنا يكرم وكلنا ان اجتهد ان احنا بكويسين وانا بك يعني بك رسالة دي لنفسي ان الواحد يحاول قدر امكاني بكويس ولا قدر امكان يبع عنده حلم ان هو يكبر وان هو يساعد الاخواريين وان هو يسيب بصمة في المجتمع